بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل النهاردة مع بعض سلسلة فيديوهات افهم اكسل بالاحبقة الخامسة اللي هنتناول فيها بعض المعلومات الجديدة اللي عايزين نشتغل عليها ونتعلمها زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت بعض الاوامر والحاجات اللي لو رجعنا لها هنقدر نفتكرها مع بعض ان شاء الله طيب الدرس بتاع النهاردة عايزين اه نبدأ نطبق ونتعلم شوية حاجات من اللي تعلمناها عشان نقدر نطلع اه شيط او مثال حي زي اللي قدامنا ده وفي نفس الوقت هنحاول اه نشتغل على بعض الاوامر الجديدة اللي عايزين نتعلمها او ازاي نبدأ ننفذها واللي ما اتناولهاش لسه فخلينا نقول مسلا ان ده المسال اللي مكتوب قدامنا وتعالى نتشارك مع بعض وننفذه بنفس الطريقة طيب في الاول عايزك تبدأ تاخده عندك وتكتبه ونبدأ نتعامل مع بعض ازاي نطلعه بنفس الشكل ده بالزبط طيب سريعا وانجزا الوقت هنعتبر ان انا كتبت نفس التفاصيل ونفس الكلام اهو ده نفس الكلام ونفس التفاصيل اللي موجودة في الاشيط الاصلي هتعالى نشتغل مع بعض ازاي نبدأ نطلع شيد بنفس الشكل ونفس الكيفية ونفس التنسيق بالزبط ونتعلم بعض المهارات الجديدة في التصبيت او التنسيق بتاع الخط اول حاجة هنحاول نشتغلها مع بعض الاول هي فكرة ازاي نبدأ نعدل في عرض الاعمدة وفي ارتفاع الصفوف عشان تقدر تكون مقبولة ونقدر نتعامل معها ونقدر نقراها ونفهمها هتقول ليه طب والله انا هبدأ اتعامل بالشيط العمدان ليه ما انا شايف الكلام قدامه هقول لك جميل ماشي بس هل ينفع ان يكون خانة المسلسل هي نفسها بنفس قيمة عرض خانة الاسم المسلسل اللي هو حاجة صغيرة تكون بنفس قيمة عرض خانة الاسم بنفس قيمة التاريخ بنفس الكلام ده كله اكيدا هيكون ما ينفعش فهنبدأ نزبط الشيط بتاعنا بالشكل الاتي وهقول لك هنا والله اول حاجة تعالى نزبط في عرض العمدة وليكن هنا هنخلي مسلسل اللي هي حاجة صغيرة جدا يدوب بس الترقيم هنخليها اقل عرض وليكن خمسة ما قلناش بقى سنتي ولا متر ولا بتاعها هي خمس وحدات قياس من وحدات قياس الاكسل فهم جاي واختار العمود زي ما تعلمنا قبل كده وهاجة من قايمة فورمات اقول له كلم ويتس اقول له والله يوليكن خمسة فبقى بالشكل ده هنقول له بعد كده مسلا وليكن نخلي الاسم مسلا وليكن فورمات كلم عشرين مسلا تمام شكل كويس هنيجي في تاريخ الميلاد واللغة والحاجات دي كلها ونخليها وليكن خمستاشر هتقول لي مش مهندس ايه ايه الشبك ده او ايه العلامات الهاشتاج دي هقول لك والله عشان الكلام اللي مكتوب اكبر من عرض العمود وبالتالي هو مش عارف يقراه ما هو هيقرا اليوم ولا التاريخ ولا لسنة فهو مش عارف يقراه فهو ما قيل له انه هنا والله يكبر لي العرض خليه يقولي بالشكل ده اصبح قدامي تاريخ مظبوط والكلام واضح اللي ما كناش شايفينه قبل كده هنيجي والله مسلا اللغة العربية برضو ما احنا كنا حددناها معانا فبقى اصبح العمدان دي كلها خمستاشر طب تعال نزبط اه ارتفاع الصف فهقول لك والله وليكن تعال نتكلم نخلي ارتفاع الصف اللي هو بتاع العنوان ده بما ان هو العنوان فلازم يكون كبير فهنخليه وليكن اتبعين وتعال نزبط ان بقية الكلام او التفاصيل اللي تحت تكون بمقاس اه ارتفاع الصف مختلف فولياكن هنخليها تلاتين لا الفرق مش ملحوظ قوي طب تعال نخليها وليكن خمسة وعشرين كده تمام فاصبح معايا شكل مقبول للاعمدة والصفوف بتاعت الجدول بتاعي طيب تاني حاجة هنبدأ نشتغل عليها ونتعلمها وتعتبر جديدة معانا وبتمثل لنا في الاول رفاهية بس بعدين قدام لما نتعلم الدوال ونتعلم الاشتراطات اللي بنطلعها من الدوال هنعرف ان هي مش حاجة اه رفاهية لا هي حاجة تنسيق بحيث انك تطلع فايل شكله كويس سهل انك تطلع فيه وفي نفس الوقت هي حاجة اساسية لانك بعد كده ازاي هنبدأ نطلع ونستفاد من اه حجم الخط ولون الخط ولون الخلفية والحاجات دي كلها في شغلنا ان شاء الله فتعال نتكلم في الاول ان احنا عايزين نتعلم نزبط حجم الخط يعني يا حجم الخط والله المقاس المكتوب بيه كتابة الخط يعني وليكن هنا لو تاخد بالك المفروض ان اي حاجة اساسية في العنوان تكون تقيلة وبعد كده الخطوط اصغر وده شيء منطقي فمعنى كده ان انا عايز اخلي مسلسل والاسم وتاريخ الميلاد واللغة العربية والرياضات واللغة الانجليزية دول كده كلهم مع بعض بمقاس اكبر بكتابة خط اكبر بكتابة اتقل من الكلام ده طب هتبع اكبر من ايه او اتقل من ايه قالك والله ان الافتراضي في الكتابة او الدفولت في الكتابة او الاساسي في الكتابة بالنسباتنا كلنا هو خط رقم اربعتاشر او حجم اربعتاشر حجم اربعتاشر دي بروح اجيبها منين هنروح من ال 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 اللي اسمها هوم وهنختار حاجة هنا اسمها فونت ويجوه فونت دي هلاقي عندي مقاس الخط اللي هو الترقيم ده هبدأ اقول له والله انا عايز مقاس اربعتاشر. جميل. هيجي هنا يقول لي خلاص انا خلطت لك الخط ده اربعتاشر. هقول له لا اعايز الخط يكون تقيل كده كأنك كتبه بألم كوبية كده ألم تقيل كده. هقول له خلاص تمام خليولي حاجة اسمها بولد. بولد يعني سميك. فهروح هنا من اختيار الاسمه بي بولد لو تاخد بالك من النوت اللي ظهرت تحتها ميك يورتيكست بولد عم اقيل له بي. فلو تاخد بالك ان الخط السمك بتاعه تغير. جميل. كده انا زبط ملايس الخط اللي موجود في العنوان. وزبط سمك الخط. هتقول لي طيب انت خليت الخط اللي في العنوان اربعتاشر. هتخلي لي بقيت الخطوط كام? هقول لك لا ثانية واحدة. انا عايز اكبر بقيت الخطوط. انا عايز اكبر خط العنوان ده. اخليه ستتاشر. اعمل دي ازاي? حاجة من اتنين. يا حتروح هنا وتفتح القايمة وتختار ستتاشر. يا هتروح هنا في الايه كابتال الكبيرة دي. وهتلاقيه كاتب نوت بيقول لك يعني اكبر لك حجم الخط. يعني لو ضغطت كده خلي بقيت بقيت كام ستاشر. طب لو ضغطت على الايه الصغيرة اللي جنبها تصغر الخط. يبقى انا عندي ممكن اكبر الخط اما هنا من الترقيم ده من قايمة الاركام دي او من علامة الايه كابتال كبيرة او ايه كابتال صغيرة اعم ضغط عليها فتخليها ستاشر. جميل. طب غير لي بقى كمان بقاس الخط بتاع بقية الرجالة دي او بقية الفصل. هقول لك هنا والله تعالى هنا وكبرهولي خليهولي اربعتاشر. وليكن خليهولي كمان بولد. عظيم. كده انا اتعلمت ازاي ازبط حجم الخط. طيب اتعلمت ازاي ازبط سمك الخط من اللي احنا قلنا عليها اسمه بولد او سميك. جميل. طب ايه الاي واليو دي هنتعلمها مع بعض. طيب لو تاخد بالك كده هتلاقي ان انا عندي عايز اميز بعناي العنوان ده اللي هو القوائم بتاعت او الخلاية بتاعت العنوان ده خليها بلون مزلل مختلف شوية عشان تبقى عناية عارفة ان ده العنوان بتاعي. فهبدأ والله يختار القوائم دي. وهقول له تعالى في الامر بتاع لون الخلفية اللي هو صورة الجردل دي. وهتلاقي نوت مكتوب عليها فيل كالر. ان هو ده اللي بيملى الخلفية. وهضغط على السهم الصغير اللي جنبها ده. وهو مختار وليكن لون مزلل بالشكل ده. تراعي انك ما تختارش مسلا لون خلفية اسود وانت كاتب اسود فالكتابة ما تبنش. لأ احنا هتختار لون وليكن مزلل كده. وتراعي طبعا ان ساعة الكتاب الطبع وده هنتكلم عليه بعدين ان انت لو بتطبع ابيض واسود. آآ فلون زي الاصفر بيطلع فاتح جدا ممكن يكون قريب من الابيض. ولون زي الاحمر بيطلع آآ رمادي فانت لو حاطت رمادي وحاطت احمر وحاطت ازرق رعي ان الدرجات هتطلع قريبة او كلها جريهات. غير لو انت بتطبع الالوان فكل الالوان دي بتطلع حقيقة. ما علينا. فبنتكلم ان احنا هنا تاني. كنترول زد. حاجة اختار الخلايا دي. وحاجة من امر الجردل اللي هو اسمه. اختار السهم وقول له والله يخليها لي رمادي بالدرجة دي. عظيم. انتفقنا? انتفقنا. طيب. عايز اتكلم على ان انا عايز ابدأ اوسطا الكتابة بتاعتي. يعني اوسطا الكتابة بتاعتي. يعني بتاخد بالك ان الخلية هنا حجمها كبير او ارتفاعها كبير. والكتابة مكتوبة تحت خالص. انا عايز اخليها في نص الخلية في الرأسي وفي الافقي. يعني مسلا هنا البيدي كبيرة ولكن الكلام كله جاي ناحية اليمين تحت. انا عايز اخليها في النص. كأنك كتب في النص بالزبط. ومال ايه فرق بقى انك تكتب بيدك اللي مش شرط تعرف تثبت النص بالزبط بعنيك. جلما تكتب على الكمبيوتر. هقول لك ده حاجة. والله انا عايز اخليها ايمين. عايز اخليها شمال. عايز اخليها فوق. عايز اخليها في النص. دي حاجة اسمها محايزة. محايزة. طب الكلام ده بنجيبه من الكلام ده بنجيبه من بتاعت الهوم برضو زي ما احنا كل اوامر متعلقة بالكتاب بتاعت الدياتا جوه من جوه الريبون اللي اسمها هوم. هوم جاي عند اللي اسمها هوم دي. وهوم اختار من التاب اللي اسمها المعرفات كنا بنشتغل في التاب اللي اسمها فونت. هنا بنشتغل من التاب اللي اسمها او محايزة. ابدأ اقول له والله يخليها لي في النص. ايه ده? هو خليها في النص. بس ما خليهاش في النص. يعني هو خليها في النص لو تاخد بالك. في النص بتاعي الافقي والرأسي. بس انا عايزة اخليها في نص الخلية نص الخلية. هقول لك ما هو انت عندك مستوين من الالاين منت. عندك مستوى في الافق في الرأسي اللي هو تحت او في النص او فوق. وعندك في المستوى الافقي على يمين او في النص او عالشمال. اه اصدق كده ان انا عايز ازبط الالاين منت محتاجة ازبط حاجتين. اما اخليه مسلا وليكن فوق شمال او فوق يمين او فوق في النص وممكن ازبط انه يكون في النص يمين لأ في النص شمال او تحت يمين وهكزا فانا محتاج ان ازبط في النص بالزبط يبقى هم اقيل له هنا في النص في الاتنين. هاخد الكلام ده وهطبقه على بقية الخلاية بقى هختار كل الكلام ده وهم اقيل له في النص في النص. جميل. طب وهي الداتة اللي تحتها مليهاش نصيب. لا او اللي تحتها كمان اللي هي نصيب. احنا خلينا نختار ثاني واحد ثاني واحدة انت اخترت الفايل ده كله ازاي. اقول لك شايف السهم ده. اللي ما بين الصف وما بين العمود ده اختاره. فمعنى كده انه بيختار لك الشيت كله. اقول له والله واستنهولي. نص ونص. نص افقي. وفي نص الخلية الرأسي. جميل. طيب. اخر حاجة هنتعامل معنا النهاردة عشان ما نطولش ونطول على فيديوهات زي ما اتفقنا. اه قصيارة وفيها معلومة واضحة. هنبدأ نتكلم على حاجة اسمها نوع الخط. يبقى احنا اتكلمنا على حجم الخط. سمك الخط. لون الخلفية بتاعة الخط. عايزين والالاينمنت بتاع او محاذاة الخطوط. عايزين نتكلم على حاجة اسمها نوع الخط. نوع الخط هنختار هنا. نرجع تاني للفوند. هنلاقي هنا جنب الحجم الخط في حاجة اسمها مكتوب ارايل. ارايل ده نوع من انواع الخطوط. طب لو جينا فتحنا القائمة دي هنلاقي هنا حاجة اسمها ارايل حاجة اسمها اسم الخط في حاجة اسمها وليكن هنا اندلسي. في هنا خط اسمه اخبار في هنا خط اسمه اندلسي راح فين اهو اندلس وليكن كده لو تاخد دي لك اللي عارف خط الاندلسي او اللي عارف الشكل الخط الاندلسي هيعرف ان ده اندلس اهو بالشكل لا مش ده اندلس مكتوب بخط اندلسي وتبدأ تلاقي الارقام والحروف والحاجات دي اتغيرت فغالبا غالبا غالبا شغلنا بيكون او بتاع الشغل او المريح للعين اللي نعرف نقراب السهولة بدون بذل مجهود بيكون او اتنين اخوات بعض لو تاخد بالك الكلام بيختلف فين? كلام ده مختلف ما بين الارايل في الانجليزي نوعا ما حوافه اه حدة شوية الارايل حوافه اه يعني اه يعني انسيابية شوية ولكن ده فرق ايه سينوي ما بيننا بعد كده انت هتلاقي ان الفرق ما بين الاتنين مريح شوية اللي ترتاح له اشتغل بيه ولكن خلينا نتكلم هنا ان احنا هنشتغل يبقى ان هنا بعرف من انواع الخطوط اشتغل بالخط اللي انا عايزه ممكن اشتغل بالخط ده لا الخط ده لا الخط ده الخط اللي رايحك اشتغل بيه ويكون واضح ومريح بالنسبالك او ده مسلا اسمه اه ادوب كيتي استي دي هتقولي الاسامي دي ايه الاسامي دي بتعتمد على حاجتين اما اه حاجة مشهورة اه بتاخد الفونت ده وتعملت عليها زي مسلا اه لما تتعمق في الموضوع شوية هتلاقي اه طيران الامارات الخط اللي مكتوب بيه طيران الامارات ليه فونت الواحد ومعمول بيه او هتلاقي واحد مسلا عمل خطه سماه اه محمد يحي اه هو عايز يسميه محمد يحي باسمه فهي دي كلها اجتهدات ولكن اللي اشهر الخطوط المعروفة او اللي بتنزل مع الشركة هي اسمها او الارايل واحنا اختلنا نشتغل بالتايمز نيو رومان يبقى احنا النهاردة اه سريعا كده اتعلمنا اه ازاي نزبط حجم الخط ازاي نزبط سمك الخط ازاي نعمل محاذاة مين ومحاذاة منتصف ومحاذاة فوق ومحاذاة تحت اللي هي الالاينمنت وازاي نزبط لون الخلفية بتاعة الخط وازاي نزبط نوع الخط المرة الجاية ان شاء الله هنكمل تنسيئنا عشان نطلع نفس شكل الشيط ده ونبدأ نتعامل ونتعلم بعض الاوامر الجديدة السلام